يلا كورا النهاردة على تويتر نشرت موضوع مهم جدا في نفس السياق اللي قدت بتكلم فيه آخر من يعلم وسيفتح تحقيقا يلا كورا يكشف كواليس غضب متسبي بعد قرار ملعب نهاية الأبطال باترس متسبي كان آخر من يعلم بهذا القرار وأعرب عن غضبه الشديد من بيان الكاف وسيفتح تحقيقنا حول القرار المنشور قبل ساعات عبر الموقع الرسمي للكاف باترس متسبي تفاجئ ان السنغال انسحبت باترس متسبي تفاجئ ان معايد المباراة تغير خارج الأجندة اللي حددها الكاف بدل ما تتلعب في الفترة من 22 إلى 29 انت دخلت على الأجندة الدولية بتاعت الفيفا وحطيت المطش يوم 30 مايو الراجل مستغرب من القرارات الراجل حاليا في جنوب إفريقيا مقتمع مع عدد من المستشاري عايز يفهم تأثير هذا القرار على مستقبل القرى الإفريقية الراجل مش قادر يتخيل هو قرئيس للاتحاد الإفريقي بيارد على المكتب التنفيذي بيقول لهم يا جماعة المغرب نظبت قالوا لا قصة اللايحة ما تقولش كده طب انت قاعدوا مكتب تنفيذ اللايحة ما تقولش كده مش شايف ان في بلد نظمت هل ينفع تديها للسنة التانية على التوالي مبدئيا كده هل ده ينفع ما تقوليش ليحة في حاجة اسمها منطقي الملف اصلا ما ينفعش يتناقش ولا يطرح للتصويت وانا هنا المفروض عاتب على قسم المسابقات ان كان يجب ان يقدم مذكرة فيها كل التفاصيل على المكتب التنفيذي ويعرض لهم كل وجهات النظر ويقول لهم المغرب او المركب محمد الخامس دخل ثلاث سنوات متتالية الناس هتقولك انت نظمت 2019 او 2020 الاهل دي واجه فيها الزمالك وكسب بالقاضية ممكن لا مصر ما نظمتش المباراة كده وقالوا لها اخودي نظام الماتش لا المغرب كانت موجودة في الحدث اتقال لو طرفين اهل وزمالك مصر لو طرفين مغرب المغرب لو مصر ومغربي نعمل قرعة محدش ان ندل مصر اتعملت قرعة وديرسالة مني لكل الزملاء الاعلامين في المغرب 2020 الكاف ما ادهاش لمصر كده اتعملت قرعة والقرعة قالت مصر السنة اللي فاتت تم التصويت على المغرب والمغرب خرج او قازة لتشيفز يمكن اقصى الوداد فالمرة دي بتتقرر للمرة التالتة طيب لكيب الفرنسية قالت نهاية دورة طالق افريقيا في المغرب يوم 30 مايو حسن مسؤول من الاتحاد الافريقي ومع ذلك لم يتم اختيار المدينة لكيب الفرنسية ركزت في نقطة خطيرة جدا اصلا ممكن يجي يقولك يا بقرة ولا بعده المطش في مولاي عبدالله في الرباط ما ده ملعب محايد يا سلام اصلا الوداد والراجعة بيلعبه في مركب محمد الخامس وده ملعبهم فمش هيبه محايد لكن عشيبه الملعب محايد هنلعب في مولاي عبدالله في الرباط ده ملعب الجيش الملكي مش ملعب الرجاء والوداد لكيب الفرنسية ركزت لنقولتلكم القرار فضيحة والناس واخدة بالها قوي من كل التفاصيل انه بصراحة قرار كارسي ليس له قد نعلاقة بالديمقراطية اطلاقا ناس انسحبت بعد الترتيباء بعد التربيطات اللي حصلت وتم اسناد التنظيم للمغرب امتى؟ بعد ما تم معرفة الاطراف المتنفسة في المباراة النهائية اذا لا مجال الديمقراطية ولا مجال التصويت كشف كل المهازل الموجودة داخل الاتحاد الافريقي ليس رأيه فقط لكن رأيه كل وسائل الاعلام العالمية والافريقية وقدر امكان حاولنا نحطوك في الصورة حول ما يحدث ولسه فيك وليس تانية خلال الفترة